حراك وحركة تشهدها العملية التعليمية في مأرب وسباق لمحاولة اللحق والتكيف مع الواقع الذي فرضته الحرب والنزوح لكن ثم تفجوة لم تردم بعد ومع بناء مدرسة هنا للبنين وهنا للبنات إلا أن حال ذوي الاحتياجات الخاصة ما يزال كما هو بمدرسة وحيدة في المدينة لذوي الصم والبكم تفاقم ربما من عزلتهم بدلا من دمجهم مع غيرهم وتوفير الوسائل التعليمية الملائمة لهم معي ثلاثة معاقين معي ثلاثة لا يتكلموا ولا ينطقوا ولا يسمعوا فهذا هي ردس الله سبحانه وتعالى فأنا نريدهم أن ندمجوا في طلاب المجتمع وأن يدخلوا مع المجتمع في الصفوف الثانية وأن يكونوا لهم في مستقبل عمل المكفوفون الشريحة الأخرى والأضعف داخل المعاناة الواسعة والعريضة ليس لديها مدرسة حكومية واحدة عدا مؤسسة أهلية تحاول تعليمهم بأبسط ما أتيح لديها من إمكانيات من المعاناة التي يعاني منها شريحة المكفوفين عدم وجود مبنى خاص بهم يترددون عليه في دراساتهم وتعليمهم يعني يكون مبنى إيوائي للمكفوف يتردد عليه أي حين ما يشاء ومن المعاناة التي تواجهنا كمؤسسة وتواجه المكفوفين تباعد السكان التباعد السكاني وعدم وجود مواصلات ولأنه كفيف لا يستطيع أن يتحرك بمفرده لا بد أن يكون معه مرافق ولذلك بشكل عبع على أسرته لكن إذا وجدت وسيلة مواصلات للمؤسسة أو للمدرسة ستكون عملية مريحة للتنقل الكفيف بحيث أنه يذهب إلى المدرسة يتعلم ويعود من دون أن يعطل الأسرة بأخذ واحد من الأفراد مع الأسرة معه معاناة متعددة لذوي الاحتياجات الخاصة لكنهم وبرغم معاناتهم لديهم مطلب وحيد يتمثل في دمجهم تعليميا ومجتمعيا كحق دستوري نافذ لا يقبل التأجيل قمنا بعمل برامج كثيرة لذوي الاحتياجات الخاصة أولا قمنا بعمل توعيات كثيرة من أجل ولياء الأمور ومجلس الأب والأمهات من أجل دمج أطفالهم بذوي الاحتياجات الخاصة داخل المدارس الدمج طبعا معانا في المدينة أربع مدارس الدمج معانا مدرسة الشهيد محمد هاين معانا مدرسة الميثاق معانا مدرسة رابعة معانا مدرسة النجاح بالمطار إضافة إلى معانا مدرسة خاصة بدولي احتياجات الخاصة لمدرسة عرش بالقيس إضافة إلى معانا مدرستين بحري المدرسة النور ومدرسة الثورة قمنا بتأثيث غرف مصادر في هذا ستة المدارس قمنا بتدريب المعلمين أكثر من ستة معلمين على تدريب على لغة الإشارة طبعا استهدفنا إضافة أننا نبحث عن معلمي تربيخ خاصة من أجل هذه المدارس طبعا بالنسبة للمدارسة هذه نحن دائما نحاول أن نبحث لها عن داعم من أجل توفير احتياجاتهم داخل هذه المدارس مطالبات وأحقية الدمج لا تحتاج سوى إرادة وقرار خصوصا مع تخصيص كثير من المدارس فصولا دراسية خاصة بذوي الاحتياجات لكنها لم تفعل بعد ولا يعرف متى ستفعل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر